مرحباً IOS Human Interface Guideline هي سلسلة من القايدلان ترفضها أبل على أي تطبيق قبل أن يرفع إلى المتجر إذن إذا كانت تطبيقك لو توفر فيها هذه الشروط لا يمرر إلى المتجر وهي سلسلة من الشروط النوعاً ما دقيقة لهذا السبب ترى كل تطبيقاتها أبل جيدة لأنه ذا لم يحقق هذه الشروط لا يمرر إلى المتجر من الأمور الذي وشرحها اليوم هي ايش اي كونان امش ديزان وتذهب إلى ايش اللانش فايل لانش فايل أنت كل تطبيق عندما تفتحى يعمل لك لانش طبعاً بعض التطبيقات تعطيك هذا الشكل بعضها هذا هو يقول لك كيف تكون شكلها التصميم إذا أنت تريده وهنا حدودها ما معنى 2x وما معنى 3x 2x بالأبعاد هذا البعد وفي 2x باللينسكيب يكون هذا الشكل والبورتل 3x هذا الشكل وهذا الشكل طبعاً دعني وضح لك ما هذا المفهوم في الكودينج براغرام لو جيت أنت فتحت أي تطبيق أي تطبيق لنفتح هنا نيوز أول شيء ايش يحصل تعرض لك لودينج ثم تعرض لك صفحة ثانية يعني يوضح لك ياه بتطبيق آخر لو جيت أنا ايش الماب الماب يعمل لك لودينج ثم يحمل لك الماب إذن هناك صفحة لوجن تحمل قبل أن تحمل الثانية من ميزات الأبل أنه هذه التطبيق بعد أن تفتح مثلاً الإميج بعد أن تفتح كلهم هذولي لو جيت إلى المينيو ضغطت على المينيو مرتين ترى التطبيقات المفتوحة الأبل إيش يضع لك إميج لهذا التطبيق فعندما تفتح مرة ثانية هذا التطبيق لن تواجه إيش لن يعمل لك اللوقن مرة أخرى سكرين لوقن يعني أنظر الآن دعني وضح لك ياه دعني أزيل لك هذه التطبيقات المفتوحة التطبيق الذي أوضح لك ياه الآن السيتينج إذن دعني أزيل السيتينج دعني أزيلهم كلهم أظلي أوكي أنظر الآن طبعاً هذا التطبيق الأساساً يعمل يجب أن يوقفه لي لأنه كان يعمل أساساً أوكي الإميج سيتينج لو جيت فتحته لأول مرة إيش يحصل يعمل لك الفراغ ثم لودينج لما تخرج من عندها تعود لي فاتحة مرة أخرى قبل أن تفتحها ترى أنه الإميج موجود في المينيو لما تضع المينيو مرتين إذن هناك إميج له فعندما تفتحها لا يظهر لك اللوقن قبل تظهر لك الصفحة إذن ما هي هذه اللوقن وكيف نكونها في التطبيق الخاص بنا إذن لنعود إلى الديزاين التطبيق الخاص بنا ونذهب إيش إلى الأب لانش أب لانش هناك إيش هنا أب أيكون هو إيكون التطبيق تختارها أنت بشكل الذي تريده وهنا أب لانش فايل من هو اللانش سكرين فايل يقول لك سوف تعمل لانش سكرين من هذا اللانش سكرين ستوني بورد من هو اللانش سكرين ستوني بورد وهذا الملف هذا الملف انظر ملف فارغ لهذا السبب أنه عندما تحمل التطبيق لأول مرة يظهر لك فراغ ثم يحمل لك الداتا لأنه هي هذه اللوقن إذن لو أنا افترضت أن هذه اللوقن بها Activity إيش؟ Indicator Loading Activity المفروض هذه السكرين الآن عندما يتشغل التطبيق لأول مرة يعرض لك Loading ثم يعرض لك Activity إذن هذه هي الصفحة التي أنت تصمها بالشكل الذي يعجبك تضع فيها بيانات لتكون هي صفحة اللوقن صفحة دخولك إلى النظام طبعا والأمر الآخر الأيكون الأيكون التطبيق تستطيع أن تتحكم بها من ويش؟ من هنا الأيكون هنا عسي مثال Use Assess Image Icon طبعا يقول لك موجودة في Assess Image فتدب إذا هنا فتدب هذه الأب أيكون تحدد من خلالها الأب أيكون بالأجهزة مختلفة هنا بالنسبة للـ 2X الذي عرفت أنت الـ 2X ما معناته كم أبعاد حسب الـ Guidelines والـ 3X هذا الـ 2X وهذا الـ 3X وتضعهم كلهم حسب الطالبيات هنا الأيكونات فقط تسحب وتلغي الأيكونة هنا ومية مية يعمل تطبيقك كأيكونة وكباكنا ترجمة نانسي قنقر